المباراة اكيد انت مش مبسوط تعادل مع بتسوانة بس انا كمان مش مبسوط منك مش مبسوط من مين انا اش مبسوط من الجمهور بصوا انا اكتر واحد بتكلم على اسعار التذكر انا الوحيد اللي واخد القاضية دي على عتقه وبتكلم فيها لكن هل من المقبول ولا من المعقول انه منتخب مصر بلعب مباراة رسمية في ختام التصفيات تعالى والله العظيم اعملها وعد معاك عدد الجمهور ادي اربعة ادي ستة ادي تسعة ادي حداشر خمستاشر تمنتاشر اتنين وعشرين دول ما يكملوش اربين واحد والن هنا كمان حوالي عشر تنفار يبقى المدرجات الدرجة التانية والتالتة فيها خمسين واحد يا عم حكون كريم معاك وقولك ميت واحد وهنا تحت هنا كده في الحتة اللي مش بانا دي الكاميرات ما بتجيبهاش هنقول كمان كان فيه تلتمية واحد ربعمية واحد خمسمية واحد حبقى عم مش عارف ايه اقولك الف واحد مباراة منتخب مصر في مصر في ختام التصفيات عدد المشاهدين والمتفرجين والمشجعين ما يكملوش الف ما يكملوش الف لو ضربها الدم يعني ده بالمبالغة يعني ينزل نجوم منتخب مصر الى العدد ده تاني وتالت وعشر والف انا بقولك انا متعاطف جدا معاك في مضوع اسعار التذكر وبالتالي على المسئولين ان يجدوا حلا حد من المحترمين قال لي بس ماتش بركينة فاسروا عشان تصفات كاس العالم كان ملعب مليان طب ما تيجي ادي ادي الجمهور ودي الفرقة ودي الجهاز وحزين طبعا وحسام حسن معاه كل الحق انه يبقى حزين النهاردة هو بيتكلم بعد المباراة اه طبعا وحزين ان الستدي تقفل وحزين انه ما سألهوش وحزين انه ما تكلموهوش معا حق طبعا معا حق لانه منتخب مصر انت عندك خمس اندية بيلعبوا على السادق قاهرة طبعا الراجل بقولك اسألونا اخدوا رأينا قالك طلعا بتلعب في الاسماعيلية في بطولة بتتلعب في الاسماعيلية طلعا بيلعب مش عارف في ملعب ايه هنا قالوا لا ده مش معتمد فالرجل صعبان عليه ولازم يصعب عليه اه كنت متأخر واحد في اول سبعة تامن دقايق تريزيجي جابون وضيعنا كابشة اهداف كابشة اهداف خصوصا في العشر ده الاخيرة طبعا من بارك لبتسوانا بنقولها اردالاك لمورتانيا كان في سنة النات تكون موجودة معنا لكن دي كرة القدم لكن الرجل جرب وشاف وحط قلبه على كفه وزي ما بيقوله واشتغل وجاهد طبعا شو قال لي بقى فرق قليلة وفرق كبيرة وفرق صغيرة غانا خرجت من التصفيات غانا خرجت من التصفيات طلعت بدري من التصفيات جابت تلات نقاط اول عن اخر نهارده اندونيسيا كسبانا السعودية 2-0 اندونيسيا كسبانا السعودية 2-0 نهارده فلسطين متعدلة مع كوريا واحد واحد فكرة القدم مليئة بالمفاجآت فانا كل املي في الليل فترة اللي جاية انه لازم فترة اللي جاية يبقى انا اجيب لك لوطات مصر وكرواتي ملعب كامل العدد ومصر وبركينا الملعب كامل العدد ما تهونش من المسائل ما ترفعش من اسعار التذاكر وشوفوا حلل هذا الامر وانا عايز صورة كمان زيانا انا بجيب لك من الامارات وبجيب لك من قطر وبجيب لك من الاراء وبجيب لك من عمان وبجيب لك من المغرب وبجيب لك من الجزائر وبجيب لك وبجيب لك وبجيب لك اللي بيشاركنا الظاهرة بتاعتنا دي تونس عشان كها تلاقيهم خسروا مبارح من جنبيا في تونس والماتش اللي قبل اللي كان على ملعبهم مع جزر الامر خسروا في تونس اتنين واحد وخسروا مبارح من جنبيا واحد صفر اذا ما التفتش الجماهير حوالي المنتخب يبقى احنا عندنا ازمة اذا ما عدناش مع حسام حسن وقلنا له الملعب ايه اللي انت عايزه والقصة ايه ونعمل الجدولة بتاعت الملعب بناء على رغبته يبقى احنا عندنا حاجة غلط اذا ما عرفناش الناس القيمة بتاعت التذاكر كام اللي ممكن يروحوا بيها وروحوا يقطعوا تذكرة بيها يبقى احنا عندنا حاجة غلط مدينة القاتل لازم تتعالج كلها واحنا ليه ما بنعليكش احنا ليه ما بنشوفش المشكلة او قدامنا المشكلة مش عايزين نعليك هو ده منظر حال ومنظر الدفاع الجوي طب هتولي الصورة في الماتش اللي قابلين اللي كان في مصر نفس المشهد اظن كان موريتانيا تقريبا بس كان يزيد قليلا يعني ما كناش لو ملنا التأهل انا كنت بروح يعني انا كنت لعيب ادي ايه كنا بنفرح بعدد الجمهور وفي ماتشط او ادي